مصر هبت أبنائها قبل النيل النيل بيمر في عشر دول لم تقوم دولة بحضارة مثلما قامت به مصر مصر الحضارة بتاعتها قامت على أساس المياه مصر القديمة كانت تحتل السببين والسببين يخرج من الماء الأمح وهو زراعة والبرد وهو يخرج من الماء فالناء يساوي الحياة عند المصري لدرجة أن المصري لما كان يكتب النيل كان يقول نا اي تيرو الأنهار وعشان كده حتى في القرآن لما فرعون يجيوا ليه وهذه الأنهار فرعون نيل اعتبر كل فرع من فرعون نيل نهر فالمصري كان في هذا الأمر كان يملك العبقرية الكبيرة طيب الفكرة بدأت الفكرة بدأت معي من الأول لو بصيت حتك على الصليات لو حت صحن الكحلة من قبل التاريخ من أهم المناظر أن يجي الملك بيحرص الأرض بيزرع الملك بيشتغل على مية الملك بيعمل زراعة من القصة الخمسة الفرعونية ألاقي ملك اسمه ساحرع فبصير متصور وبيروح لي على بلاب بنت البحر الأحمر إذن الفكر موجود الفكر موجود أن أنا أتحرك على البحرين من الخطأ برضو أن يتقال أن البحر المتوسط لم نعلم الاستخدام عليه قبل اسكندرية لا ده احنا لقينا في اسكندرية مواني آسف لقينا أرصفة حماية بل أن الاسكندر عد على كتيبة عسكرية ومزرعين وصيادين مصريين في راكوتيس أو راكوديس اسكندرية أول عاصمة مصرية ميناء ولما عمل اسكندرية وعمل التخطيط هو عمل رصيف عمل له ميناءين تصدير تجارة إذن المية كانت حياة مش بس كده المية كانت وسيلة تجارة ما كانش عندي يعني وسيلة قوية جدا أقدر أتحرك من خلالها بعد كده لما جوم ملوك الدولة الوسطى بقى اتدوا يفكروا التفكير التاني إزاي؟ إن أنا عاوز أوسق أو أجع القوة كبيرة للبلد تخيل حضرتك وللمرة الأولى نسمع عن إنشاء سدود أقامها سنة 1990 الملك أمن محات التاني أو ألف سمائة وتمانين ألف سمائة وتمانين ألف سمائة وتسبعين قبل الميلاد على النيل ولا في البحر؟ في اللهون عني عني اللهون سد اللهون 27 ألف فدان بس تصلح في الوقت ده 27 ألف فدان أرض زراعية بل إنه راح الفيودي وبقى يبدأ الأهرامات بتاعته طوب لبن من الخامة اللي موجودة ما بديش بحجر تمام؟ ابتريت أشتغل ابتريت أعمل العاصمة هناك في اللي اشتة سميتها إيه؟ إيه ستاوي القابض على الأرضين اللي مسكى الأرضين في الدولة الحديثة بدأت أشتغل على تجارة البحر الأحمر لقينا حتشبسوت بتبعت بمت تجارة البحر الأحمر تاني لقيت رامسيسي الثالث بيتكلم على تجارة البحر الأحمر في العاصر المتأخر بدأت تلاقي السبوتلايت تشتغل قوي على حدوتة فكرة قناة في المرحلة دي بدأنا نسمع من بعض المؤرخين عن فكرة قناة قناة اسمها قناة سيزوستريس بداية قناة سيزوستريس مش هي قناة سويس أنا بربط البحر الأحمر بالنيل قناة سويس البحرين أنا قلت ليه سيزوستريس البعض قال ده سلمسابة الأول والبعض قال ده سلمسابة التالي المرحلة اللي أنا بقول لحيتك عليها دي مرحلة مصر تعرضت ليه خبط أجانب وبتحكم بدأت ألاقي حاجتين بيحصلوا في مصر غريبة جدا أني برجع كل حاجة لأصلها يعني الهيروغليف مثلا اللي مكتوب ورا حضرتك ده بس نكتب علامة تطنتق حرفين أو ثلاثة ده مع تطور اللغة في المرحلة دي اللي مصر خضعت الاحتلال أجنبي كان المصر بيعمل ايه رجع يكتب ألفابتك رايتنج ما يكتبش علامة تطنتق حرفين يكتب حرف حرف زي ما تحلم الهيروغليف في البداية عاوزي قصة عارف هتا كمانة زيني أرجع أجيب المكلسوم هو رجع للهيروغليف في البداية وأرجع أحط قص سيزوستريس أقول ده سونسيرت فكرة القوم التعصب لبلدي فابتدأ يقول لك انت عملت أقول لي انت جاي وبتحتليني وضمرتك وكسرت لي خمسمائة وخمسين تبسال في طيبة يا أشور بانيبال طيب أنا عندي سيزوستريس يوم العالم كل يقول لك ده سونسيرت وبدأت من الدولة الوسط لا هو رجع بالدولة الوسط عشان يقول لك ان من الدولة الوسط أنا عندي الفكر اللي قبل انت مش ما يابقلك حضارة انت كنت لسا مش عارف تولع حجرين من بعض هيروغليف تتكلم هيروغليف تتكلم على مين هيروغليف 450 قبل الميلاد اتكلم في الكتاب التاني اللي عملوا عن مصر وقال فيه على نخاو التاني وقال ان النخاو خرج في حملات لغاية تما وصل لمنطقة اسمها عميدة هيروغليز عميدة هيروغليز بيفصرها البعض ان هي منطقة مديد جبل طارق وصل المصريين وقال هيروغلت حاجة غريبة قال ان المصريين بيتحكوا علينا بيقولوا احنا ماشيين شوية في البحر كنا بنلاقي الشمس بتشرق من هنا وشوية لقاءة بتشرق من هنا ده دليل ان احنا عملنا اول دورة حول البحر لان انا ملقيها من هنا والف وارجع عليها من هنا ده انا دورت حولينا المية دوران سليمة لقيتوا بيكلمني ان نخاو فكر يعمل قناة ولكن كقالوله خوفوه من ان الدلتة هتغرق بعد ما مات مية وخمسين الف شخص فوقف المشروع نقوم نيجي بعد كده نلاقي في وادي الطميلات نلاقي الملك دارة الاول من الاسرة 27 العص الفارسي يعمل اربع لوحات احنا لقيين منهم تلاتة الرابعة ممكن ما كان هيتحدر يمكن دكتور محمد عبد المصد ربني منزل كان دايما نقول يمكن قريبة من منطقة السويس كده شوية او اسماعيلية في لقاحة بينهم في المتحف المصر بيوجه فيها الشكر لكل من شارك في العمل في القناة اللي بتصل للخليج الفارس الخليج الفارس يعني بتنزل على البحر الحمد لما بتكلم على دارة دارة ابتدى المشروع دارة جي مصري كان 521 قبل الميلاد الفطرة دي كان بيحاول يصلح ما افسده قنبيز فبدأ يحاول انه يراضي المصريين عمل معبد هيبس وعمل معابد وعمل طريق درب الاربعين وابتدأ يفتح الدنيا شوية من 490 قبل الميلاد يعني بعد كيه بحوالي 30 سنة احنا بدأنا نصور على الحكم الفارسي فأصبح علاقتنا بالفرس مش علاقة تجارية علاقة صدام انت عملت ثورة 490 هم تهزموا في مارسهم من اليونانيين انت صرت عليهم 486 465 456 410 404 طردتهم من مصر قال ان جيب عليهم ملك مصر اسمه امون حر التاني امون حر التاني ده لما جيه عمل حاجة غريبة جدا وقع معهده مع الفرس انه موجوش نحياتي عارف المصريين عملوا في ايه اتلوا خلصوا منه قالوا له انت ولولادك حيورسه ودي الاسرة الفرعونية الوحيدة اللي حاكم فيها ملكه واحد هنا دخل الاسكندر بسا الاسكندر اللي ما دخل لها على منف اللي هي ميترهينة وقعد ناك بعدك يطلق عشان يزور معبد الوحي في سيوة وهو رايح معبد الوحي قرر ان يقف على المجرى الملاحي اللي هو اسكندرية وبنى المدينة وعملها بطريقة رؤية الشطرنج اللي تتبني بشكل انها تعمل لي ميناءين ميناء شارق الميناء الكبير وميناء غرب العودة الحميد عشان التجارة تروح وتيجي من اليونان بلاي الاسكندر لما دخلي دخلي بيتكلمني على ايه ان نختنبه التاني احنا كمصريين عارفين ان نختنبه التاني راح هرب في ادفو قال لا ده راح اليونان وقابل امي انا بن نختنبه انا بنكو هو بيشترينا لانه يعلم قيمة وقامت هذه الدولة في عهد البطلمة لما الاسكندر مات 322 قبل الميلاد وتقسمت بامبراطوريته كانت مصر من نسيب البطلمة بطلميوس بطلميوس جي واصبح ملك على مصر من 305 قبل الميلاد بعدين جي ابنه بطلميوس التاني بطلميوس التاني جي من 284 ل246 في المدة دي كان بيعمل ايه كان بيعمل لوحات كل سنة يحكي فيها انشطته فمنها لوح اسمها لوحة بيثوم في الدلتا كتب فيها انه استصلح 1200 كيلو للزراعة عملت سدود وتكلم على اتمام القناة وانه عند القناة عمل مينا باسم امراته حبيبته اللي كان بيحبها قوي أرسينويز عندي اتجارة مع بحر ايجا يعني عندي سنوهي في الدولة الوسطى بيكلمني على حونيبو حونيبو اللي هو بحر ايجا الملك احمص لما طرد الهكسوس من مصر حاب يكرم امه قال عليها ايه العالمة اللي بتعلم كل شيء سيدة الحونيبو سيدة جزر بحر ايجا بحر ايجا البحر المتوسط وخلف يعني منطقة من البحر المتوسط فاذا انا مسيطر عن المنطقة دي كلها خلي بالحضرتك المجرى النيلي ده مع البحر المتوسط والبحر الاحمر حضرتك بشتلاقي عليه مشاكل انت الدرب بيجيلك من جيني منين الدرب بيبعد دايما عن منطقتنا البحر يعني انا عمري بحليه حدود انا اليونان وابرس الرئيس النهار ده كل كم شهر حيث طلاح رئيس اليونان رئيس اليونان ورئيس ابرس في مصر او العكس يعني تقريبا بنتكلم على 4-5 مرات سنوية اللقاءات اذا المنطقة دي متأمن الجنوب شئنا يا امقابينا شاة امقابة الجنوب بتاعي مش بتاعي ملكي لكن انا ليه فيه ميراث حضاري جبين الشرق والغرب اللي ما فيش مياه ناحية سينة والمنطقة المجورة لصحرازي مش كده دايما نقول ان مصر عاملة كده طائر لو جناحين هو عارف امتدادك الماء مش هيجي ناحية لكن هو بيقع معاك على الصحراء الطائر في الصحراء طيب عايز اوقف الطائر اعمل ايه اكسر لو جناحين النهار ده ناحية سينة وحدودنا الغربية العص الروماني تراجان اشتغل وعندنا قناة تراجان يعني عندنا واستمرت وقناة امير المؤمنين وعمر بن العصي تكلم على ان القناة لما بقى طلعهم قال له فيه قناة لو قعدنا حفرها هتحقق الكثير من الرخاء ربما البحر الاحمر يدخلني على شبه الجزيرة تحرك انا كنت في وقت سلت غذاء العالم القمح المصري يا سيد الفاضل عين امبراطور مرة عين امبراطور اي ثورة في العالم تقدر توقفها لو حققت معها تنمية اقتصادية بمعنى النهار ده حدودك لو متذكر في عشرين حداشر خمسة عشرين انا كنا بنتبع تقريبا الجرائط كل يوم تلاقي حدودك الخبر اللي ما بيتغيرش اسبوعيا ممكن مرتين وقتها تقولك رصيد الامح يكفي ثلاث شهور رصيد الامح يكفي مش عافية هو بيطمنك لانه يعلم انك لو قالك رصيد الامح ما يكفيش بكرة بقيت زيره ثور الجيعة اذا دي كانت الفكرة ان انا بسرعة اأمن المصري كان دايما حريص انه يأمن دي يأمن دي هقول لحدودك حاجة وقت الهكسوس كتدليل على كده لما كاموس بيتكلم هو مش مبسوط متدايق ان السياوي بيحكم في الشمال والنوبة انفصلت في الجنوب وانا قاعد في طيبة فبيقول له ايه احنا لو طلبنا امح منهم بيجيبونا لو طلبنا حاجة بيجيبوه لنا وبيدونا بزياد عارف حتك ده معناه ان الهكسوسي حتى اللي قاعد في الجزء الشمالي عارف ان اللي حيسكت الناس ان يدي له اكل ايه فهو قال لك ايه لا مش هعيش باكل على حساب لا هاخد حقي والله لابكران بطن هشوق عارف هشوق بطن عشان اجيب حق بلدي انت تملك بنية تحتية مائية ليس للعالم مسيلي حتى ان التعبير اللي ذكروا بطنميوس الاول في اللوحة اللي اسمها لوحة الوالي لقبل ما يبقى ملك كتب قال ان الاسكندر بانا اسكندرية حدودها تمتد حتى الواتجور الاخدر العظيم البعد قال الاخدر العظيم ده البحر المتوسط والبعد قال اسكندرية ده بحر ايه جا لا المصري كان يعبر في الغالب حسب بعض الدراسات عن تعبير الواتجور انه هو كل ما هو ماتتسلة بالماء خارج حدودنا يعني بحر الاحمر البحر أقول عليه الأخضر العظيم أو البحر العظيم البحر اللي يطلع للخل للدنيا لأن المصري كان يعلم بأن هذه النواية من التجارة بيحقق لي الثراء وبيحقق لي القوة وبيحقق لي النفوذ اللي أنا محتاجه من هذا المكان حول العالم نسبالي مصر اسمها ايه عند أهلها القدامة ايه قبط كمت كمت الصمرة الصمرة مش صمرة البشرة صمرة التربة باكت الزتونة الخضرة طامري أرض الملاحة أو أرض الفلاحة أن يشوف المصري نفسه جود لك ما سماش بلده مصر ما سماش بلده حتى إيجبت اللي هي إيجبتوس اللي هي أجبة اللي هي أرض الضفطين مية بص حدك امشي وراء المصري هتلاقيه الزراع علشان كده دايما نقول شئنا أم أبينا لازم نرجع لنقطة الصفر بتاعت الزراعة المسكدة الإلاء أزريس أو المعبود أزريس في العالم السفلي ارتبط بالزراعة المصري عمل معبود للزراعة اسمه نبري ربط الحصاد عند المصري اسمها رينوتة حية عشان الحية دي بتحصل ايه لما الزرع يكمل تقوم من الأرض تشك يطلع من الأرض ايه حيات صغيرة أو زي سحالة صغيرة فأصبحت رمز للحياة والزراعة بص المصري راع كل حاجة بتخوف قالك لا حلوة طالما في زراعة حلوة طالما هتطلع لي سمبولي تقام حلوة طالما هتخلق ده الفكر المصري الأديم لم يكن بس في نفس الوقت ما كانش مهم للصناعة يعني الصناعات القيمة عليها عندي الأخشاب التجارة الحدادة الصناعات كلها والأطعف ده وطبية حدائد كل الحاجة ده الحديد يا أستاذ العديد مثلا من ضمن عبقرية المصري الحديد المصري سمى ايه بياء انبت المعدن السماوي يميجي الكرآن بعد كمس ألف سنة يجلنا الحديد المصري سمى معدن سماوي معدن من السماء يعني إذا ما كانش إنسان قاعد يحفر الأرض ويزرق لا ده كان شغال كان شغال فلسفة الكون فلسفة الدنيا الدنيا خلقت عند المصري من ايه مية بداية الخلق مية ومن المية خلق الإله الخلق فخلق لكم وأول عنصرين خرجهم الغلاف الجوي والندى والرطوبة من المية واخباري وبعد كده أرض وسما وبعد كده بشر يعني البداية عنده دائما مية خلقنا الماء كل شيء أنا بتكلم على لأ الكتب السماوي طبعا معدنش أوقف عند الكرات لكن أنا بقصد إنسان استقر واحد ما عندهش واحد ما عندهش كتاب سماوي واحد لكن فلسفته اللي أنا قالها للعالم المية الحياة القناة الترعة النيل المية احترام المية تخليد المية وجودها كعنصر أساسي في الحياة المصري كان هذا هو الأساس عنده فعلا إحنا لنا أيدولوجيا مختلفة فكره خاص فكره زي ما قلت لحضرتك فكره يعتمد على طبيعته طبيعته يا سيد الفضل الشهور بتاعت السنة شهور زراعية حتى التقويم اللي بنسميه تقويم المصري أو التقويم تقويم زراعي توت ريو ولا فوت زرعي بابا غلب النهابة بشانس يقلس الأرض كنس بنمهات روح الغطوهات بصحيح حتى التعبيرات بتاعتنا التعبيرات في الأمثال العامية أمثال بتاعت الزراعة دي أمثال نحن دي كلها جاية منين؟ جاية من فكره زراع من فكره المية من فكرها المية تجارة المية حياة عشان كده في الدولة الحديثة لما ملوك الدولة الحديثة رمسيس الثاني حاولوا أنه يضرب شعوب البحر اللي كانوا بيضرب الشكلش والشردانة وغيرهم من الناس اللي على البحر رمسيس الثالث قال لن يهدأ ليه بالي اللي لمخلص منهم لمخلص ليه؟ عايز يأمن تجارته لنزلة في البحر تجارته لنزلة في البحر السيطرة على البحر فالمية بالنسبة لنا تجارة المية بالنسبة لنا زراعة المية بالنسبة لنا حياة وحة كلمة مصرية قديمة وحة اللي بترجميتها بالإنجليزي الكاتل الغلاية اليونانيين ما عندهمش الحافة بقيت ويزا اللي هي بقيت وازس ووزيس فالكلمة مصرية قديمة الكلمة بتاعتي على معبد إدفو فيه نص موجود بيقول السفخ وحات الوحات السبعة المصرية هبت كنت طائح يبت سيوة أو صاعد يتكلم على سبع وحات الوحات دي كانت أماكن مأهولة وأماكن مسكونة وأماكن زراعة وأماكن تجارة وأماكن كانت لما روح لما روح الخارجة نلاقي هيبس والنضورة والهيبس والنضورة والغويتة دول إيه؟ عبارة عن معابد مبنية على طريق ضرب الاربعين طريق تجارة المصر الأديم ما سبش حتة بلده ما لمسهاش لأن روح المصر الأديم كابيول على بلده نبق الجر سيدة الكون أم الدنيا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر